عندنا كمان طيب خلينا اقول لحضراتكم خبر يمكن كابتن محمود الخطيب النهاردة عقد اجتماع مع سيد ياسين منصور رئيس شركة الاهل الكورت القدم وده كان في حضور سيد عبدالحفيز مدير الكورة بيتسو مسلماني مدير الفني والاجتماع كان في مقار النادي في الجزيرة والحقيقة يمكن الاجتماع ده اتكلمه فيه او نقشه فيه كل الترتيبات المتعلقة بفريق الكورة سواء خلال الفترة الاخيرة او الفترة الحالية وكمان التوجه المستقبلي والخطط المستقبلية للنادي استعدادا طبعا لخوط كل التحديات والبطولات على المستويين المحلي والمستوى القاري هنتكلم في شركة الكورة واجتماع النهاردة بالتأكيد عشاء الاهلي مستنين كتير من شركة الاهلي الكورت القدم